وكأنها ساعات الاحتضار لا تكون الروح أغلى في أي وقت من النفس الأخير فكيف بروح تتمثل بثروات ونفوذ وسلطة وحكم بلد مثل العراق لا بد أن الأيام التي تسبق موعد الموجة الثانية من اتفاضة التشرين تحبس أنفاس الحكومة وأجهزتها وتؤرق الأحزاب التي حكمت العراق منذ أكثر من 16 عاما فأحالته أثرا بعد عين على ضفة العراق يرص المتظاهرون صفوفهم ويستجمعون قواهم لاستهلال التظاهرات يوم الجمعة المقبل ولكم يبدو الشباب الثائر أكثر عزيمة وإصرارة من أي وقت آخر بعد أن دفع أكثر من 300 شهيد دماءهم زيت قنديل في نفق العراق المظلم يصر المتظاهرون على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن الوعود الحكومية والتواء عنق الأحزاب السياسية لم يعد يجدي نفعه فالمطلب واحد والشعار واحد إسقاط النظام منظم الحراق قالوا أن تظاهرات الجمعة ستنطلق من القناة وساحتي الخلان والطيران باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد وستستمر الانتفاضة بالمطالبة بحقوقها المشروعة التي أعلنتها أول مرة ولن ترجع عنها مؤكدين أن الرد الدموي الحكومي لن يقف حائلا أمام جموع العراقيين الهادرة ضد تسلط الأحزاب والميليشيات غير أن الوتر الذي تعزف عليه بعض الأحزاب يبعث للخشية على الانتفاضة فالتيار الصدري وغيره أعلنوا نيتهم المشاركة في المظاهرات وهذا ما رفضه المتظاهرون بتأكيدهم أن مشاركة التيار في الحراك يأتي بهدف السيطرة عليه وركوب موجة التظاهر كمحاولة لإنقاذ الحكومة والمسؤولين لا سيما أن كتلة سائرون تستحوذ على الحصة الأكبر من الوزارات نشطون أشاره إلى أن مشاركة بعض القوى السياسية في التظاهرات يأتي كورقة ضغط على الحكومة للحصول على مغانم ومناصب جديدة وقد كانت التجارب السابقة خير عظة لمن يريد التغيير أيام قلائل تفصل العراق عن موعد قال عنه المنتفضون إنه الفاصل وساعة الصفر والحسم بالتزامن مع اتخاذ الحكومة وأجهزتها كل لوازم البقاء من انتشار عسكري كثيف إلى قطع الطرق وتقنين خدمة الأنترنت ثم قطعها وربما الاتصالات أيضا يعيد العراقيون وتعيد الأحزاب والأيام ستكشف أي الوعدين أنضى